ننتقل إلى واشنطن مع مراسلنا عبدالله البرديسي عبدالله بلينكين والخارجية الأمريكية يطالبون بتحقيق سريع ومحايد فهل من إجراءات ستمهر بها هذه المطالبات؟ نعم أمال تحقيق سريع ومحايد جاوب بلينكين على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي بأن هذه التحقيقات تأخذ الكثير من الوقت تأخذ سنوات عدة حتى يتم الانتهاء من نتيجة ما على هذا التحقيق تحدث أنتوني بلينكين بأن هناك حوادث أخرى حصلت من إسرائيل منذ عدة سنوات وتأخذ الكثير والكثير من الوقت حتى يكون هناك نتيجة ملموسة لهذه التحقيقات ولكن كان هناك سؤال هام جدا لأنتوني بلينكين في المؤتمر الصحفي والسؤال يقول هل ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مثل هذه الحوادثة التي تستهدف عمال للإغاثة وأفراد للإغاثة من الجمعية المطبخ المركزي العالمي أجاب بلينكين بكل شفافية وبكل وضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها التزام دستوري وأخلاقي لدى إسرائيل للدفاع عن نفسها ليس فقط في هذه الحرب المستمرة والعدوان المستمرة على قطاع غزة وإنما كما ذكر بلينكين أيضا هناك أعداء لإسرائيل مثل حزب الله كما سماهم وإيران وهم يريدون محو إسرائيل من على الخريطة ولذلك نمد إسرائيل بالأسلحة الدفاعية حتى تستطيع الدفاع عن نفسها في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالأحداث المتكررة وحتى أن أنتوني بلينكين يقول أن هذه الأسلحة تصل إلى إسرائيل عن طريق الكونغرس وعن طريق الأطر القانونية الأمريكية وتصل إليها كل عام عن طريق المساعدات المتمثلة التي تأتي من منزانية الإنفاق الدفاعي هذا من جانب الجانب الآخر هنا في واشنطن مثلا أدريان واتسون متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض قالت أن قلوبنا محطمة بسبب ما حدث لعمال أو لأفراد من المطبخ المركزي العالمي لما حدث لهم من استهداف أثناء قيامهم بعمل إنساني هام جدا على الجانب الآخر هناك حالة من الغليان لدى بعض من أعضاء مجلس النواب على رأسهم كوري بوش وهي ناشطة كما نعلم العضوة الديمقراطية وتقول بعد استهداف المدنيين يستهدفون الأفراد الذين يريدون مساعدة هؤلاء المدنيين يريدون مساعدة أكثر من مليون ونصف من الفلسطينين ويستهدفونهم ويعاقبونهم بسبب هذه الاستهدافات بيرني ساندرز أيضا تحدث بأن الكوارث في غزة أكبر كارثة شهدها التاريخ وأن الاستهدافات هذه لا تأتي إلا بأنها تريد فقط وقف جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسيكون هناك الكثير والكثير من الضغوطات على إدارة الرئيس بايدن من التقدميين الديمقراطيين بسبب هذه الحادثة ربما بعد الانتهاء من إجازة الربيع أعضاء مجلس النواب والشيوخ الآن يقضون إجازة الربيع حتى الأسبوع القادم ولكن تتوالى بعض التصريحات منهم على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كان آخره من براد شنايدر وهو عضو مجلس النواب الديمقراطي الذي يقول أقف مع إسرائيل في هذا التحقيق ونريد محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي حدثت لأشخاص كانوا يريدون مساعدة أبرياء ومدنيين في قطاع غزة أمال شكرا لك عبدالله البرديسي سنتظر منك أي تطورات أو مواقف جديدة من واشنطن